بسم الله نبدأ وبه نستعين سنتعرف اليوم على الدرس التاسع عشر وهو بعنوان عام الحزن عام الحزن هذا العام سنتعرف لماذا سمي بذلك ولكن لنتعرف بأنه بعد انتهاء المقاطعة التي فرضت على المسلمين في شعب أبي طالب الآن بداية سنتعرف على المقاطعة وسبب المقاطعة هي مقاطعة قريش للمسلمين ولبني هاشم ولبني عبد المطلب وهذه رغبة قريش في تشديد العذاب على المسلمين وعلى أقربائهم من بني هاشم لإجبارهم على تسليم النبي صلى الله عليه وسلم لقريش والتخلي عنه وحتى يلتزم الجميع بهذه المقاطعة كتبوا صحيفة وعلقوها على باب الكعبة لأهمية الكعبة عند جميع القبائل وهذه المقاطعة استمرت ثلاث سنوات إلى أن أرسل الله عز وجل دودة الأرض التي أكلت الصحيفة ولم يبقى منها إلا باسمك اللهم كانت هذه نهاية للحصار والمقاطعة وقامت بإعادة هذه الدودة أعادت المسلمين إلى منازلهم وكان ذلك في سنة عشر للبعثة وأقول عشر للبعثة وليس للهجرة ونحن تعرفنا سابقا أن البعثة هي بعثة النبي وأصبح نبي وليس الهجرة الهجرة هي خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أقول للبعثة ذي التنويه فقط نقول عندما عاد المسلمون إلى منازلهم استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الإسلامية وكان المؤمنين جميعهم يساندوهم ولكن أخص بالذكر أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هي من سانده من بداية الدعوة وهي من كانت تخفف عنه وكانت هي المأوى للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا كان عمه أبو طالب عمه أبو طالب كان بمثابة الحاجز بين الربي صلى الله عليه وسلم وبين قفار قريش كان يمنع أذاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مدة قليلة من هذه العودة إلى ديارهم المسلمين عندما عادوا إلى ديارهم فأصبحت الأحزان والمصائب تتتابع على النبي صلى الله عليه وسلم في نفس السنة الآن عند مجموعة سبب حزن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي عمه أبو طالب أولا النقاش سيكون لأنه رباه وعلمه التجارة وعلمه أيضا الاعتماد على النفس وبعد دعوته كان يسانده يعني بعد أن أصبح نبي كان يسانده ولم يكن أحد من المشركين يتجرأ على إيذائه وأيضا أكبر حزنه أنه مات كافرا إنه عمه الذي يحبه ويدافع عنه مات وهو كافر وبعد شهور من وفاة أبو طالب توفيت أم المؤمنين خديجة بن تخويلد رضي الله عنها طبعا خديجة بن تخويلد أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من النساء وكانت هي الناصر والمساند له وكانت مؤيدة له في دعوته وكانت تخفف عنه همومه عندما يشتد الألم به من عذاب قريش فهاتين الحادثتين لهما وقع شديد على النبي صلى الله عليه وسلم لهذا سمي العام عام الحزن لهذا سمي عام الحزن بعد ذلك ازداد أذى المشركين له ولأصحابه طبعا لم يبقى أي أحد من لا خديجة ولا أبو طالب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسانده فزاد ذلك في حزن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه صبر صبر واستمر يدعو ربه وأخذ يبحث عن أماكن جديدة ينشر فيها دعوته أخذنا مثال عليها الهجرة إلى الطائف عندما هاجر هو وزيد بن حارثة إلى الطائف الآن هنا إضاءة مهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أتاه جبريل فقال يا رسول الله أقرأ خديجة السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب هذه بشارة من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسري عنه نأتي إلى النشاط رقم ثلاث نأتي إلى النشاط رقم ثلاث استنتج أنا ومجموعتي من الدرس بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم أولا الصبر ثانيا العطف رقة القلب القوة والثبات في نشر الدعوة الآن أحرص على أن أنصر ديني وأدافع عنه يجب أن ندافع عن الدين الإسلامي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ندافع عن دين الإسلام الآن نأتي إلى الأسئلة ولكن قبل ذلك نريد تلقيس لتعريف عام الحزن عام الحزن هو العام الذي وقعت فيه حادثتان كان لهما وقع شديد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبو طالب وأم المؤمنين قديجة بنتقويلد رضي الله عنها الآن سنأتي إلى السؤال الأول أكمل الفراغ في كل من الجمل العبارات الآتية أولا كفل أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب من مواقف أبي طالب اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد أذى المشركين عنه توفيت خديجة رضي الله عنها في السنة العاشرة للبعثة سمي العام الذي توفي فيه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة بنتقويلد رضي الله عنها عام الحزن وحدد الخطأ في كل عبارة وأصوبه اشتد أذى قريش على النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاة عمه أبو طالب الخطأ قبل الصواب بعد رفض أبو طالب مساندة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته هي ساندة أبو طالب وليس رفضه وإلى هنا ننتهي إلى ننهي هذا الدرس ونسأل الله التوفيق لكم